اهلا بكم في حديث اليوم في اخر التطورات مشاهدينا عاد ريفو حلب الشمالي الشرقي الى الاشتعال بالاقتتال بين الفصائل المدعومة من الاحتلال التركي بعد هدوء دام يوما واحدا في اعقاب الاقتتال الذي جرى في مدينة الباب في حين قام وفد استطلاع تركي بزيارة منطقة الراشدين الواقعة في غرب مدينة حلب بغية انشاء نقطة مراقبة فيها تحت غطاء خفض التصعيد وفي اطار المشروع التوسعي التركي في سوريا الذي لا يتوقف عند حد وادوات تحقيقه عديدة على التراب السوري وتحت اعين النصرة والتي مفترقت مصالحها يوما مع مصالح المحتل التركي وفي سياق اخر تمكنت قوات النظام من تحقيق تقدم جديد جنوب دمشق في مواقع ومباني في اطراف مخيم اليرموك وداخل حي الحجر الاسود هذه التطورات مشاهدين ستكون في مرمى النقاش بعد متابعة التقرير التالي اندلع اقتتال عنيف بين كلين من فرقة سلطان مراد من جانب ولواء سقور الشمال من جانبين اخر المدعومين من قبل الاحتلال التركي والمنضوين تحت لواء دراع الفرات حيث اكد المرصد السوري لحقوق الانسان ان الاقتتال شامل مناطق حوار كليس ودوديان وحرجل والخرب وقر مزرعة وبغيدين في ريف حلب الشمال الشرقي اثر اندلاع توتر بينهما تطور الاقتتال عنيف استخدمت فيه القذائف وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية ونشر المرصد السوري صباح اليوم استمرار حالة الاحتقان لدى الاهالي في مدينة الباب والمتزامنة مع سياء واسع من قبل المواطنين داخل المدينة على خلفية ما جرى في مشفيين داخل المدينة ومن اطلاق نار من قبل القوات التركية المحتلة على المدنيين وجاء ذلك لقيام مجموعة يطلق عليها اسم اليابا التابعة لفرقة الحمزة العاملة في المنطقة بدخولها مشفيه الحكمة والسلام بمدينة الباب وعمدت لاقتياد احد الممرضين والاعتداء على الموظفين واهانة بعضهم بتوجيه الشتائم لهم الامر الذي دفع مشفى السلام للتوقف عن العمل وتشهد مدينة الباب احتجاجات من عشرات المواطنين في المدينة ردا على تصرفات التي تقوم بها الفصائل في المدينة حيث اضرم المحتجون ان ليران في الطرقات وقطعوها مطالبين بكف ايديها عن المدينة وضبط تصرفاتها ومحاسبة من اعتدى على المشفيين والاقت هذه التظاهرات في مدينة الباب قمعا بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال التركي مشاهدين الكرام نناقش هذه التفاصيل مع ضيفي في الاستيديول عامر الشيخ هلوش ناشط سياسي مستقل استاذ عامر اهلا ومرحبا بك بداية اهلا بكم يسعد لي عن مساء اهلا بك بداية قبل التطرق لموضوع التناحر بين الفصائل السؤال لك كيف تنظر الى تجميع كل الفصائل المسلحة في الشمال السوري وبالتالي ما الخطوة التالية من وراء هذا التجميع اولا مساء الخير اهلا بك اخي الكريم احب اوضح فكرة اساسية نحن عندما نتكلم او نقيم او نحلل نحن مصادرنا هي الاعلام والاخبار والشوسي الميديا وبالتالي هناك حقائق كثيرة ما وراء الستار نجالها اذا عندما نتحدث عن شيء نحن نقرأ الخبر مثل ما تلقيناه يعني ممكن قد نصيب وممكن قد نخطئ نعم هذه هي القراءة هاي نقطة مهم كثير في مسألة التقييم او التحليل بالاساس يعني اللي حدث في سوريا هي صار صراع دولي معقد وتدخل الدول ومنها تركيا الطرف الرئيسي في المسألة تركيا تدخلت في المسلحين وجلبهم لسوريا والان في بدها تصفي الاموض الان بعد اتفاق الاسيتانا واحد اسيتانا اثنين حدثت مجموعة الاتفاقات ما بين الايرانيين والروس والاتراك على مناطق خفض التوتر وبالتالي بدأت مراحله اولى هذه المراحل كانت نقل كافة المسلحين من المناطق السورية الاخرى الى الشمال السوري او غرب الشمال السوري اللي هي منطقة ادلب وشمال حلب والباب وجرابلوس الان هناك المرحلة الرئيسية التي ابتدعت في دمشق منذ شهر ونصف تجمع هؤلاء الناس حقيقة هو يهدف الى شيء مستقبلي يعني مستحيل انه انت جيب العشرات الالاف من المسلحين واتحطهم في بقعة معينة الا ان يكون هدف مستقبلي ما هو هذا الهدف هلا ممكن انا اقرره بنفسي قد لا يكون ممكن الاخرين نحن ننتظر لنرى بكل تأكيد هناك شيء قادم قد يكون شهر شهرين سنة سنتين ممكن يعني فيه سبب معين لتجميع هؤلاء الناس وبسلاحهم لا زال معهم سلاح طب هناك يعني استاذ يعني الان من يقول من يؤرق الهدنة التي تفرضها تركيا في تلك المناطق يعني ممكن القول بان موضوع التناحر الذي يجري هو حرب تصفيات ام عمليات استخباراتية بحسب اطلاعكم اخي الكريم الهوى حالة طبيعية هذا العمليات العسكرية او الصراع ما بين فصيل وفصيل حالة طبيعية المسلحين كل واحد من بيئة يعني هناك مسلحين من القلمون هناك مسلحين من حلب هناك مسلحين من المناطق الشرقية هناك مسلحين من غوط الدمشق يعني ابن الشام وابن الرقة وابن دير الزور كل واحد طباع وعادات فجمعوهم في منطقة واحدة شيء طبيعي ان يحدث اشكالات بينهم بالعكس ممكن الاشكالات راح تكبر وتكبر يعني الدليل على ذلك الاشكال الذي حدث في مدينة الباب والذي هو كان الشرارة لكل الاشكالات اللي حاليا عم تستمر عبارة عن واحد بالشرطة المحلية او الشرطة الحرة يسموها من احد ابناء العوائل الكبيرة في مدينة الباب عائلة لها نفوذ اراد ان يخلي مسكن لأحد القادمين من القلمون صار عليه اشكال صار فيه طلق اقواس اسعف الجريح الى المشفى في المشفى جاء الطرف الثاني اعتدى على موظفين المشفى وعلى ممرضة نعم جاء الفريق الاخر نحن ما بدنا بشان نبتعد عن التسميات حتى لا تكون نعم التشئير جاء الطرف الاخر وحاول ينتقم الذي ضرب الممرضة حاول ان يقتص منه في الشارع ردوا الجماعة الثانين وفي منهم من المنطقة الشرقية او من مناطقنا احار الشرقية حتى واحد منهم قائد فصيل ومن الحسكة ايضا جاء هذا الصراع شيء طبيعي انت ما عندما تضع ناس مختلفين يعني من كل الالوان نعم صعب ان تفزج بلون واحد فبالتالي هي الظاهر هناك خطة للمشغلين ان تتأقلم هذه الجماعات فيما بينها التصارع هو نوع من التفاهم يعني هلأ عم في ناس عم يتدخلون الطرف التركي بس الطرف التركي كمان ايدوا الطرف الاقوى يعني في نهاية الامور راح تستتب للهدف الاكبر يعني هناك هنا السؤال السابع هدف الاكبر بنهاية المطاف هذا التناحر والاشتباك الا يصب في مصلحة دمشق طبعا بكل تأكيد هو في مصلحة الحكومة السورية لانه السبب الحكومة السورية كانت هي جزء من الاتفاقات يعني لو لا الاتفاقات مع الحكومة السورية ما صارت مناطق خفض التوتر يعني الحكومة السورية كانت تستعمل الطيران هناك وقفت قصف كثير من المناطق من اجل ان تتم هذه الاتفاقات والان البارحة حدث اخر الاتفاقات وخرجت الدفعة الخامسة من بيت سحم ويلدة وببيلة خرجوا البارحة وبالتالي رغم هم كانوا لمدة اربع سنوات عايشين في مدنهم وباتفاق مع الدولة السورية وبالتالي من اجل ماذا من اجل مشروع قادم اخر لسوريا قد يكون حل السياسي قد يكون جينيف قد يكون القرارة وكانني افهم من حديثك استاذ يعني كأن العمليات العسكرية انتهت ونحن الان امام ترسيم خرائط ماذا تعني برسم خرائط؟ من خلال اجتباكات الجارية الان لا لا اخي مناطق طبيعة يا سيدي الكريم سوريا بالاساس لا زالت مناطق تقاسم نفوذ يعني القوي يا كل لحم مستوي في منطقته نعم يعني نحن الان امام ماذا امام الشرعية من هي الشرعية في هذه الحالة اللي صار الادخلت السنة الشرعية هي الحكومة السورية بكل تأكيد لماذا؟ لان الدول الكبرى والامم المتحدة والعالم الخارجي هو يعترف بالحكومة السورية كشرعية نحن بغض النظر عن المعارضين او ذلك اذا كل ما بسطت الحكومة الشرعية على مساحة جغرافية اخرى نقترب من الحل السياسي اكثر هذا اللي عم يحدث بالواقع هل ممكن الطرف الاخر هناك طرف معارضين طرف لا يقبل بهذا الحكي ولكن من نهاية الامر الكلب يلتزموا بهذا الحكي فبالتالي مناطق النفوذ هي مناطق مؤقتة يعني يعني كانت الغوطة الشرقية كانت منطقة نفوذ الآن انتهت ودخلت الدولة السورية ورجعت مؤسسات الدولة السورية ببيل اخر منطقة نفوذ هي بيت سحم وببيلة ويلدة هناك اجماع لكن ما جرى في الغوطة يعني هو موضوع مقايضة في نهاية المطاف يعني مقايضة تركيا روسية لا مو تركيا روسية كل القوة اخي لش بس تركيا وروسيا متدخلة في سوريا نعم امريكا متدخلة في سوريا ايران الصين كل الدول الكبرى يعني اوروبا فرنسا بريطانيا للعلم اضيفك من الشعر بيتنا جنوب افريقيا جنوب افريقيا هلا نحن يجي يقول لك واحد شو جاب شو لم الشامع المغربي جنوب افريقيا اخذ احد الدول المهمة جدا المتدخلة في المعضلة السورية وهناك كثير من الوفود من المعارضة السورية ومن الحكومة السورية ومن الوسطاء السوريين من لهم علاقات كبيرة مع جنوب افريقيا لانها وسيط حقيقة وسيط محايد وفعال في كل المداخلات هاي اضيفها معلومة فكل الدول اذا مو بس روسيا وايران يعني مو بس هم اللي ادخلوا في الازمة وبالتالي الجميع يبحثون عن مصالحهم اخي الكريم اللي حدث الان نحن يجب ان نقر في سوريا هناك صراع دولي هناك حرب باردة عم تدال في سوريا ولكن في نهاية المطاف هل السؤال يعني الذي معقول هيك بدنا نضل مو محقول راح نضل هيك مناطق نفوذ اكيد راح الدولة السورية تبسط سيطرتها ما هو شكل الدولة ما هو شكل النظام هذا ما تحدده الايام القادمة ولكن الحكومة السورية والشرعية في نهاية الامر بدأت يعني راح تنبسط على كل الاراضي السورية وبالتالي تسيطر على كل الاراضي السورية وبكل تأكيد ما يضل مناطق نفوذ اما اقول لك بعد شهر او بعد سنة ما بعرف لكن بنهاية الامر سوف تكون هناك شرعية على كل الجغرافية السورية نعم أستاذ الآن هناك يدور حديث يعني عن تغير دعم الاصيل للوكيل في الاراضي السورية يعني تركيا تحدثت صراحة منذ ما يقارب الشهرين عن دعمها لأي طرف سيقاتل النصرة في ادلب سواء جولوجستيا او حتى جويا يعني هذا الطرح تدخل تركيا للقضاء على هيئة تحرير الشام كيف تنظرون اليه أخي الكريم هلأ ممكن هذا هلأ أنت أفهم من سؤالك أنه تركيا هي بالأساس كانت داعمة لجبهة النصرة كيف الآن سوف تقاتلها نعم في السياسة لا يوجد ثوابت هناك استراتيجيات وهناك تكتير الآن يعني كثير من الأمور هلأ كثير من الأمور الحكومة السورية تقاتل المسلحين نعم ولكن في مكان آخر هي تهادن نفس المسلحين المسلحين اللي موجودين في قلتلك في بيت سحم ويلده وببيلة على طريق مطار دمشق من ثلاث سنوات كانوا هم والحكومة السورية على صراع عنيف وقصفتهم ودمرتهم من الحكومة السورية ووصلوا إلى اتفاق أنه أخي لا تعترضوا ولا تقرب ما يصير تقربوا على طريق مطار دمشق ويجب أن يكون آمنا من القصف وبالتالي يجبكم في مدنكم على هذه الحالة أيضا تركيا تركيا هي التي أدخلت جبهة النصرة إلى سوريا في بداية الأزمة السورية المعضلة السورية في 2011 وهي التي دعمتهم وهي دعمت كلهم ونقاط مراقبة الآن تدخل وتضاعها برفقة جبهة النصرة بكل تأكيد هناك فصيل هو هيئة أحرار الشام اسمه إذا ما أعتقد هم يا أخي هذه المنطقة التي تحدث عنها مناطق المراقبة التركية هي بالأساس خارج طيرة الدولة السورية يعني منطقة شمالي حلب هو المشكلة يجب أن النسان يجب أن يفهمها جغرافيا تضاع رئيسيا للعلم أخي محافظة إدلب شو مساحتها ستة آلاف كيلومتر مربع يعني قد ربع محافظة الحسكة حتى محافظة حلب اللي مساحتها 18 ألف كيلومتر مربع يعني لا تضاهي الحسكة أصغر من الحسكة بثلاثة ربع نعم عندما دخل الجيش التركي عفرين وطبعا هو قوة احتلال ما فيه شكل يعني دخل على مشارف حلب يعني نحن ما نقول أنه والله هو أخذ إدلب ما هو بالأساس على مشارف حلب جاءت آخر دوريات للجيش التركي على خان العسل خان العسل أول نقطة أو أول بلدة على ضواحي حلب نعم من منتصف مدينة حلب إلى خان العسل مسافة 20 كيلومتر يعني ولكن عندما جاءت جيش التركي على سراقب وعلى الطريق الدولي الطيران طيران الحكومة السورية قصفه والحكومة السورية ضربت هؤلاء الدوريات اصطلع أكثر من مرة وقتل جنديان تركيان وجرح العشرات منهم لأنها هي بالأساس عم تضرب بالمسلحين اللي طب الساد عندما تقول تركيا بأنها ستحارب النصر مستقبلا هل يفهم من هذا الحديث بأن النظام لن يأتي إلى تلك المنطقة ها أخي النظام لا موضوع النظام بنهاي الدولة السورية هذا كلمة نظام ممكن أنا كإنسان سياسي لست طرفا مع أحدا نعم هو الاسم المهني هي الحكومة السورية الدولة السورية ممكن أحد المعارضين سميه هو حرفي نعم الدولة في نهاية الأمر الحرب اللبنانية بقيت عشرين سنة ولكن آخر شيء بسطت سلطة يعني نحن مو معقول ضلبة لشرعية أنا أحمل هوية سورية وأنت تحمل هوية سورية والآخر يحمل هوية سورية وجواز سوري يعني الآن كل واحد يغني على مواله يعني من يعاني من ذلك هذا التقاسم وازدواجية السلطات من يعاني الآن الحادثة اللي صارت في الباب عبارة عن صراع قوة متنفذين هذا عنده سلاح أكثر وهذا هذا بده فاتح المشفى بده ياخذ الجرحة تبعه والثاني ما يمشي الحال أخي بنهاية الأمر بدها الشرعية السورية والحكومة السورية بأي شكل كانت يعني أكيد في تسوية سياسية أكيد في حل سياسي سوف تبسط نفوذة على كل الأراضي السورية هذا مستحيل يعني مثلا أنه يعني مثلا أفهم من كلامك أن سوريا تقسم من آخر المستحيلات لأنه هناك اتفاق دولي على وحدة الأراضي السورية وكل الأطراف الآن كل الأطراف اللي داخل السلة السورية يؤكدون على وحدة الأراضي السورية وما أحد عم شايل اللواء الانفصال أو التقسيم على الإطلاق ولكن ممكن لهم رؤى خاصة في الحل السياسي ولهذا يفسر والله ما يشهد على أرض الواقع يشي بإمكانية التقسيم بإجمع أغلب المراقبين هنا يطرح السؤال لو لا سماح روسيا للطيران التركي بالدخول إلى السماء عفرين هل كانت دخلت وحتلتها روسيا التي شعرتها مع بداية المجيء إلى سوريا هو التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي السورية سمحت للطيران التركي وللجيش التركي باحتلال العفرين هذا الأمر يشهد ربما بإمكانية التفاهمات معينة على تقسيم الأراضي السورية أخي عفرين على سبيل المثال أنا سأحكي لك موضوع عفرين هو موضوع دولي تركيا أنا أقول لك بصراحة وبشفافية تركيا همها الوحيد محاربة حزب العمال وهي تعتبر تجربة التي حدثت في سوريا أو في الشمال السوري وراء حزب العمال هكذا هكذا هي تعتقد هكذا تدعي إذن نحن لا نستطيع أن نقول أنه هي حقيقة تحارب أي مشروع كردي نعم تركيا ترفض أي مشروع كردي على الحدود حدودها الجنوبية فهي أرادت أن تضرب المشروع الموجود في الشمال السوري هو مشروع قوات سوريا الديمقراطية أو مجلس سوريا الديمقراطية أو مشروع يسموه مشروع الفدرالية في الشمال السوري أرادت أن تضربه من خلال أن دخلت إلى عفرين هناك أطراف أخرى أيضا الدولة السورية والروس أيضا لهم مصالح في ذلك الأمريكان نفسهم لهم مصالح في ذلك يعني نحن ما نستطيع نبري الأمريكان من موضوع عفرين. يعني لو لا الضوء الأخضر لأمريكي. وبصراحة أنا أقولها. الأتراك أو الروس أو الإيرانيين أو الصينيين أو حتى الإسرائيليين لم يستطعوا. الضوء الأخضر لماذا؟ في دخول الجيش التركي ودخول عضو حلف الناتو إلى عفرين. إذن احتلال. طبعا نحن ما أننا مختلين. بالتقييم نحن اطلاقا ما أننا مختلين. هو احتلال لأراضي سورية واضحة بقوة الصلاح. بغض النظر عن التقييم. يعني ربما هناك إقرار أو موافقة من قبل هذه الدول لتقاسم لأراضي السورية. لا 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 مو تقاسم أخي. المشكلة اللي حدثت في سوريا خلال ثمان سنوات. ما خلوا مسلح. أنا حكيتها في المرة الماضية. نعم. آلاف مؤلفة من المسلحين في العالم. الأمريكان أسموا سوريا في بداية الأزمة مصيدة الذباب. الذباب عفوا. جابوا خطة هي المسلحين كانوا في العراق. كانوا في باكستان. الأفغان العرب من أيام الحرب السوفيتية المسلحين في أوروبا عشرات المسلحين بالمئات من المسلحين الإرهابيين من أوروبا الآن يقاتلون في سوريا الآن لدى قوات سوريا الديمقراطية أكثر من أربعمائة مسلح أجنبي من جنسيات بريطانية فرنسية أمريكية موجودين في السجون. موجودين في سجون الآن هنا في الجزيرة يعني حسب ما نسمع في الأخبار. هؤلاء أمريكا أرادت أن تتخلص منهم لأن أمريكا ملت من جوانتانمو وجيبو والسجون السورية كلهم أدخلتهم لسوريا من أجل مصيدة الذباب عم يصفوهم على القتل يعني الآن تعداد الذين قتلوا من المسلحين في سوريا يتجاوز ستين ألف وأكثر ولا زال هناك أكثر من ستين أو سبعين ألف مسلح إرهابي. هؤلاء لو انفلتوا من هذه المصيدة أين سوف يذهبون في أوروبا لأوروبا لتركيا إلى السعودية إلى الخليج إذن الدول الكبرى عم تقاتل في سوريا لتحمي حدا أقل يعني سوريا صفت حديقة خلفية وحديقة خلفية أمنية لكل الدول في الشرق الأوسط. في ظل ذلك يعني في ظل تكديس هذا الكم الهائم من المسلحين الآن في إدلب حتى الحزب التركستاني موجود في جسر الشغور النصرة موجودة عذاكة عن الفصائل المسلحة التي رحلت إلى هناك هل من السهل إيجاد مخرج لحل في تلك المنطقة؟ طبعا طبعا لا هو حسب القراءات يعني الأتراك يخططون ومبين تهديدات أردوغان أنه أنا سوف أغزو مناطق الشمال السوري اللي يسيطر عليها طرف كردي هذا التصريح الواضح وهو ينتظر عنده انتخابات ويسمي المناطق في الاسم فبتقديري أنا بتقديري هو يعد العدة من خلال هؤلاء المسلحين لأنه حتى عندما دخل إلى عفرين كانوا الناس من كان في المقدمة كانوا المسلحين الذين بالأساس هم يقاتلون في داخل المعظلة السورية والآن يتناحرون وهناك أيضا غيرهم موجودين في مناطق أخرى في تركيا بتقديري أنا شخصي يعني مستحيل هذا التجميع هذا لله بالله أو بس بشأن يعطيهم لأن هناك مسلحين موجودين في تركيا باركين يأكلوا يشربوا بس يأخذوا رواتب مو معقول إلا في هدف مستقبلي يعني دولة مثل الناتو هذا الموضوع بعلم الأمريكان والأمريكان بالذات يعرفون في ذلك الحكي يعني مو غشي من عندهم وكل هذا معلش كل مسلحين درع الفرات نعم كانوا مدعومين من أمريكا ولا زالت أمريكا تدعمهم في جبهة النصرة وكل يعني كل الجماعات أحرار الشام والشام والأسماء أنا يعني لا أتذكراك جيدا كلها كانوا مدعومين من قوة من قبل أمريكا بالذات يعني شو حدما فبدقي يعني نتيجة المصالح الأخرى أخي الكريم تخلت عنهم أمريكا كيف تخلت عنهم أمريكا السؤال هو واضح أنت لاحظ الصين قبل سنة كانت متدخلة بعمق وواضح في الأزمة السورية الآن خف يعني بريد الدور الصين لا مو خف يعني انزاحت جنبا لماذا عندما كان الروسي استعملوا الفيتو الصين استعملوه في المرة الأخيرة لم يستعملوه الضغط كان على الصين في سوريا من أجل أن يتوصلوا هم مع كوريا الشمالية الآن التقى زعين كوريا الشمالية وكوريا الجيمونوبية الصين انتهت من المصلحة حافظت على مصالحة سياسية مصالحها الاقتصادية وهذه مسألة مهمة كل واحد يقول يا نفسي إذن في سوريا الناس بتضغط على بعض الدول الكبرى من أجل مصالح في غير أمريكا نفس أمريكا ما لا المصلحة هنا يا أخي الكريم يعني شو أرض سهلية شو فيها أمريكا لو بدها نفط عندها نفط كركوك ولكن هي تحتاج إلى الصين تحتاج إلى شرق آسيا تحتاج في الضغط على دول الخليج هي عم تضغط على دول الخليج بسوريا أنه أنا إذا أنتم مع طيتوني مصاري بصدر لكم الرهابيين بس تغضوا النظر عن طرف الحدود يعني المسألة في سوريا دولية إسرائيل لها هدف أيضا أن تحمي حدودها نعم تركيا أستاذ بغض النظر على هدف الدول الكثيرة والمتشعبة يبقى السؤال يعني يبقى السؤال هذا الكم الهائل من المسلحين في إدلب بالذات يعني ممكن إيجاد إذا ما وجدت التسوية السياسية يعني موضوع السلاح ممكن سحبه من هؤلاء يعني ممكن توصل لحلول برأيكم بكل تأكيد ألا هو يعني يعني ما أعرف ماذا تقصد ماذا التومي أنت ماذا تريد يعني في ظل موجود مجموعات كثيرة من المسلحين التسوية السياسية ممكنة في إدلب ممكنة جدا قل لي لي في ظل حديث لأنه هل ما عليش هؤلاء قسم من المسلحين كان في غوط الدمشق نعم تمام أربعين ألف مسلح وحتى أمريكا أرادت أن تبني قاعدة في غوط الدمشق ولكنها فشلة وتوصلوا إلى تسوية سياسية وخرجوا المسلحين وسلموا أسلحتهم البارحة أخي فرستن نعم كان هناك فريق ضخم من المسلحين ولديه أسلحة ضخمة جدا وسلموها يعني هم ما سلموها في دول اتدخلت ووسطاء دولين اتدخلوا فرنسا تدخلت في الأمر فرنسا بالذات للعلم أنا أقول على التلفزيون كانت وسيط من أجل الضغط على المسلحين أن يسلموا أسلحتهم للحكومة السورية وفرنسا بالذات التي كان اشتركت في العدوان الثلاثي على سوريا منذ شهر أو أقل كان آخر تصريح لرئيس فرنسا أننا لا نرغب بإسقاط النظام السوري والضربة التي ضربناها لا تعني بداية الحرب العالمية لكن يوم تكرر حديث فرنسي اليوم بالذات عن توجيه ضربات مجددا في حال استخدام الكيماوي أين هو الكيماوي يا سيدي الكريم نرجع إلى الكيماوي إذ ما تحدثنا في إطار الحديد فرنسي معلش محل لهم حجد يا أخي الكيماوي هو كولوم باول أتتذكر كولوم باول عندما أرادوا أن يخصفوا العراق وذهب إلى مجلس الأمن وبيدي أمبوبة وبعدها الضمير الأمريكي صح وقال إن كولوم باول أكبر كاذب اعترف هو الرجل أقر يعني على كرسي الخطيئة قال أنا كذب لم يكن هناك كيماوي فالغرب أخي أو الإمبريالية هذه الأساليب معروفة يعني قديما أين أصلا بالأساس الدولة السورية لا تحتاج إلى كيماوي اثنين أيضا هم هناك في الاتفاق 2013 بس أضيفك من الشعر بيتا في 2013 هو الكيماوي الموجود اتفقوا عليه ولكن هناك مواد ازدواجية تصلح أسكرية وتصلح مدنية مثلا مبيديات الحشرات إذا أرادت أمريكا أن تعتبرها كيماوي بتعتبرها كيماوي ونظيفات البلور الملمعات الأحذية ملمعات الأرضيات كل هذه تعتبر مواد كيماوية تستطيع أمريكا هي عند إسرائيل أن يكون نووي تعتبره موشي ولكن عند الدول الأخرى مثل سوريا ممكن من بيف فاف أو ملمع البلور تعتبره كيماوي وحقيقة يضبق عليه لأن هناك مواد ازدواجية الاستعمال أخي ولهذا السبب أنا قطعا أخي الدولة السورية لا تحتاج الاستعمال الكيماوي ما عندها طائرات حقيقة أستاذ ليس موضوع حديثنا هذا الآن الآن هناك حديث لكي ندخل في المحورة تاني من الحلقة عن إنشاء نقاط مراقبة جديدة تركية في منطقة الراشدين هذا ما سنسترضه في التقريب التالي إن سمحت لي وأستاذ المشاهدين وفد استطلاع عسكري تركي دخل إلى منطقة الراشدين الواقعة في غرب مدينة حلب والتي تعد إحدى ضواحيها هذا ما أكدتهم مصادر متقطعة للمرصد السوري لحقوق الإنسان حيث قام الوفد بجولة استطلاعية للمنطقة بهدف إنشاء نقطة مراقبة فيها وإدخال قوات تركية لتتمركز فيها بآلياتها وعتادها الثقيل بعد نقاط المراقبة السابقة التي جرى إقامتها في عدة مناطق تحت ذريعة خفض التصعيد الذي تم في أستانا من العام الفائت يأتي هذا التطور الأخير بعد إقدام القوات التركية في السابع من نيسان إبريل الفائت على إدخال رتل تركي ضم عشرات الآليات التي تحمل العربات المدرعة والدبابات وناقلة الجند والمعدات والجنود إلى ريف حمى الشمالي وتحديدا في منطقة مورك حيث جرى إنشاء نقطة مراقبة في تلك المنطقة سبق ذلك دخول رتل مماثل يحمل قوة استطلاع تركية تجولت في الثاني من نيسان إبريل الفائت تحت حماية من فيلق الشام في منطقة الخزانات قرب خان شيخون وفي منطقتين تلعاس والهبيط بريف حمى الجنوبي ومن ثم اللطامن وكفرزيتا والصياد ومورك بريف حمى الشمالي وسهل الغاب بشمال غربي حمى وفد مماثل قام في الثالث عشر من آذار مارس الفائت بجولة استطلاع للمرة الأولى في منطقة سهل الغاب الواقعة في الريف الشمالي الغربي لحمى وأطراف ريف إدلب الجنوبي الغربي في قريتي الزيارة والقعقور الواقعة على خطوط التماس بين الفصائل والنظام وأكدت مصادر للمرصد السوري أن جولة الوفد التركي جرت تحت حماية مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني المنتشرين في المنطقة أهلا ومرحبا بكم الجديد مشاهدينا أستاذ عامر كيف تنظر إلى النقاط المراقبة التي تنشأها تركيا هل هي فعلا نقاط احتلالية أم هي أمور مؤقتة أخي الكريم حكيت لك قلت لك نحلل من خلال الأخبار نسمعها وممكن ترى وراء الأخبار قد لا يكون هكذا أو قد يكون أكبر من ذلك بتغدير نقاط المراقبة أخي جزء من الاتفاقيات يعني الآن الحكومة السورية والدولة السورية لها بعض القرى الآن هي موجودة في قسم معين في إدلب في ريف إدلب الغربي وموجودة في مطار أبو الظهور مطار أبو الظهور ضمن طوق تركي كامل فإذن هي جزء من اتفاقياتها لا ممكن حقيقة الأتراك لهم نوايا أخرى يعني لهم مآرب أكش بها غنمي ولي مآرب أخرى هم تكتيكيا متفقين على مشروع الأسيتانة أو خفض التصعيد ولكن أيضا لهم مآرب أخرى هم يعني مآربهم واضحة معروفة فبالتالي هم يتقدمون لنصب مناطق مراقبة أنه نحن أخي على خطوط التماس ما بنخلي جبهة النصر بتعتدي ولكن أحيانا يتجاوزون والدليل على ذلك عندما دخلوا على خط الدول لأتسرات السراقب قصفهم الطيران السوري وضربتهم الحكومة التركية عندما تجاوزوا الحدود طبعا عندما تجاوزوا الحدود هي حدود تماس أخي يعني قلت لك بالأساس ريف حلب الشمالي هو ليس تحت سيطرة الحكومة السورية وهذه المساحة الجغرافية قلتلك الضيقة فشيء طبيعي أن تكون تركية فيها يعني شيء طبيعي أن تكون تركية على أبواب حلب ولكن هناك خطوط حمراء بالنسبة للحكومة السورية الآن طريق سراقب شو تبعد سراقب على الطريق ولكن أين هم الأتراك هم الأتراك بالداقل يعني قريبين من إدلب طالما بالنسبة للحكومة السورية طالما طريق الدولي الآن مبدئيا دمشق حلب حمص حمل آن شغال مبدئيا مثل ما كان فيه طريق مطار دمشق الدولي السابق سوف تأتي إلى مرحلة أخرى قد تكون شهر ستة شهر سنة يعني المهم في الأمر هذه المناطق المراقبة أنا بتقديرها هي ضمن اتفاقات أيضا اتفاقات مرسومة سابقا نعم وهناك بالأساس أخي أذكرك بشغلة كان هناك اتفاق واضح اسمه اتفاق كيري لا بيروب نعم واتفاق كيري هو الاتفاق الوحيد في كل المعضلة السورية المسجلة على ورق وفيه اتفاقيات سرية ومن ضمنها من ضمن الاتفاقات السرية هي انشاء مناطق ضد التوتر يعني هاي المسألة هي عم الجماعة أو يعني أقصد بالدول الكبرى هي عم تمشي على مخطط عمره ثلاث سنوات هل لا ممكن دولة تطمع تتجاوز المخطط والدولة الأخرى تحاول تتحقق انتصارات ولكن بنهاية الأمر هو مخطط هو ضمن اتفاقات طب استاذ موقف تركيا من الملف السوري بعد تقربها من موسكو كيف تنظرون إليه بعد بعد تقربها من موسكو طبعا هي طبعا شوف ما الذي جعلهم يتقربون هو المشروع الكردي إذا صحت التسمية أو خوف تركيا من حل القضية الكردية هذا الهدف يعني الدول جميع دول المنطقة لديهم هاجس وهو الهاجس الكردي الحقيقة يعني ما فينا نغمض العين عنها فبالتالي مهما اختلفوا يلتقون حول هذه النقطة حول هذه النقطة وبالتالي ولا تستغربها ولا تستغرب عودة العلاقات التركية السورية بأحسن حالها ومنذ يومين أو ثلاث كان هناك وفد تركي أين تكمن أهميته يا أخي الكريم تكمن أهميتي بأنه كان رئيس المخابرات التركية السابق اللي مكان حقي فيدان وهو كمان أيضا شخصية مهمة كانت هو برآسة الوفد على مبدأ الدبلوماسية سموها الدبلوماسية الشعبية أيضا هناك اتصالات كثيرة أخي قطر كانت أحد الدول التي رأس الحرب في المحضل السورية الآن ترف الرئيس السوري بأن هناك علاقات ولو خجولة يعني في نهاية الأمر لا تستبعد أن يتتفق كل أطراف المنطقة ضد المشروع الكردي المطروح في المنطقة وهو الحقيقة ليس مشروعا كرديا بقدر ما هو طابع هو يسوق على أنه طابع ديمقراطي وبطبيعة الحال اللي كانوا الرياضة فيهم أكراد إذن يجب أنا بتقديري يعني بعد عفرين أصحاب هذا المشروع المفروض يعني يعملوا استراحة محارب بيك تقديري وجهة نظر يعني استراحة محارب وإعادة حسابات ممكن إيجاد خطط بديلة لأن هناك شيء قادم يعني مثل ما أنت سألتني سوالك إنه هالمسلحين شو أنا بقول لك المسلحين عم يجمعوهم في إدلب وريف حلب الشمالي جيرابلس ضد المناطق اللي تحت سيطرة الطرف الكردي المعروف قطعا يعني وبدعم تركي وتركيا بالذات هذه خططها يعني هي تركيا ما يهمها بكل الموضوع ما يهمها الديمقراطية بسوريا يهمها أنه ما يكون فيه مشروع كردي على حدودها اللي طولها 900 كيلومتر وبالتالي هي عم تعمل من أجل هذا كان قبل يهمها أن يكون الطريق مفتوحي لدول الخليج من أجل أنه تبيعهم مي مقابيل النفط وهذه أمور يعني واضحة للعيان نعرفها من عشر عشرين أنا وأنت والثانين ثلاثين أربعين سنة وبالتالي بنهاية الأمر أبي نحن يجب أن نقر بأنه من حق الدول أن تتقاتل بنهاية الأمر من أجل مصالحها نعم وكانني أفهم من حديثك أستاذ يعني تركيا في مقابل يعني الحفاظ لها أو عدم تخاوفها من فوبيا الكرد في سوريا ستقبل حتى في جميع الشروط الدول التي تفرض عليها لحل الأزمة السورية يعني حتى شروط الروسية بالضبط بالضبط تماما هذا اللي حدث يعني هل تركيا ماذا كانت هي تركيا في البداية كانت تريد أن تصنع حكم إسلامي أصولي في سوريا وطبعا حكم إسلامي أصولي في سوريا الدول كلها ما بتقبلوه ما قبلته في مصر هل من الذي أزال محمد مرسي العسكر العسكر من العسكر يعني العسكر بدعم من أمريكا يعني أمريكا ما قبلته وأمريكا الآن ما تقبل في أي نظام حكم إسلامي أصولي في سوريا لأنه سوف يكون بالنسبة لها خطر على إسرائيل لأن أمريكا بالذات يهمها أمن إسرائيل في الدرجة الأولى الآن ومين ليش الأتراك يعتبرون هم حامين للإخوان المسلمين أو التنظيم الديني لكن أيضا مصالحهم فوق التنظيم الديني وبالتالي الآن تخلوا عن هؤلاء التنظيمات الدينية مقابيل مصالحهم لأن هناك خطر حتى على الأتراك وعلى تركيا من التقسيم إذا استمر هذا المنوال وبالتالي رضخت للشروط الروسية رضخت للشروط الإيرانية والإذا جئنا بحثنا في التاريخ هناك صراع تركي إيراني قديم بين طب هنا يأتي السؤال استاذ صراحة يعني تدخل التركي في الشؤون العربية هل هو طارئ أم سياسة قديمة تقليدية لا سياسة قديمة أخي عمرها ليس عمرها 400 سنة عمرها 2000 سنة نعم تثبتت وانتصروا فيها أيام العثمانيين وبقيت 400 سنة والآن كانوا الصفويين كانوا الخرسانيين كانوا العثمانيين كانوا الأتراك كل السلاجقة كلها صراعات تدخل يعني يعني حتى صار صراعات إلى شبه ديني الصراع على من يسيطر على العالم الإسلامي والعالم الإسلامي جزء منه المناطق العربية أو مناطق الشرق الأوسط هل هو المشروع السني وبين وجهة نظرهم أو من المشروع الشيعي وهذا الصراع استمر من طابع ديني إلى الآن صار له طابع اقتصادي وتركيا دولة يعني اقتصادية ليست قليلة اليوم يمكن تركيا الدولة العاشرة في المنظومة الاقتصادية العالمية يعني تصور لديها طبقة عاملة يعني عم تستورد عمال من بره وبالتالي هي لماذا جنست اللاجئين السوريين كان هناك سخاء غلافت صراحة طبعا جنستهم من أجل طاقات بشرية لديها معامل لديها الآن يعني هي بحاجة إلى من من نئة سنة اسطنبول والباب العالي كان ياخذ العمال السخرة وأصحاب المهن من سوريا ومن بلاد العربية ويذهب فيها إلى اسطنبول وبالتالي اسطنبول صارت عاصمة للحضارة والآن نفس العملية الآن البارحة من يومين وهذا الكلام على ريسان أردوغان وهو مهم وخطير قال أنا ذهبت إلى الأسواق وشاهدت عمال سوريين يتقنون التركية بطلاقة ولكن وضعهم غير قانوني نحن سنسوي وضعهم قانوني وبنجنسهم تركي هو ليس من باب إنساني عمال إذن أصحاب مهرة يعني أصحاب صنعة نعم يتقن التركي ينتبه إذن صاروا قادرين على الاندماج بالمجتمع التركي يعني الخطة التركية حقيقة خطة جهنمية نحن يجب أن لا نستغبي الأتراك بالعكس الأتراك أذكى حتى من الألمان ألم يختلفون هم والألمان منذ سلتين وميركل قالت له أنه أنت أخذت المهندزين والأطباء والطاقات العلمية الجيدة من اللاجئين السوريين وبعتت لنا الفراطة صار خلاف كبير فرد شورد عليهم قال أنت وعدتوني بمليارات وما عطيتوني مليارات يعني صراع اقتصادي بحث أخي الكريم نحن نحمل الآن في سوريا أو في الوطن العربي أو في البلاء العربية لسه عبدنا ندول رقمة خبز ولهذا السبب ما عم ننتبه على هذا الأمر نحن نبحث على أمان ونبحث عن الحرية والديمقراطية ما الأمان ومتحقق لنا كيف نحقق الحرية والديمقراطية نعم أستاذ صراحة سوف نستعر التقرير إن سمحت لي ومن ثمانكم إيه تفضل هذه القوات الهجومية كانت قد انضمت للأسطول السادس الأمريكي في الثامن عشر من نيسان أبريل المنصر بعد نحو أسبوع من شن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا غارات جوية استهدفت ما وصفته دول غربية بأنها منشآت أسلحة كيموية سوريا حيث نشرت البحرية الأمريكية بيانا قالت فيه إن أسراب الطائرات المقاتلة بدأت طلعتها على سوريا من شرق البحر المتوسط في الثالث من مايو أيار الحالي في حين توردت أنباء عن أن عدة مقاتلات أقلعت على التوالي يومي الجمعة والسبت من على ظهر الحاملة وأضافت البحرية الأمريكية إن نشر هذه القوات الضاربة كان مقررا لدعم شركائها في التحالف وحلف الأطلسي ولحماية المصالح الأمنية الأمريكية هذا وصرح الكابتن نيكولوس دينا قائد ترومان قائلا بدأنا عمليات قتالية لدعم عمليات العزم الصلب وأردف الكابتن دينا القول إن هذه العمليات تظهر عزمنا تجاه شركائنا وحلفائنا في المنطقة قتالنا المستمر للقضاء على داعش وأثرها في المنطقة مضيفا بأن مهمتنا الأساسية حتى بمجرد وجودنا فقط هو زيادة الأمن والاستقرار هنا في هذا الجزء من العالم على حد تعبيره ولم يدح مسؤولنا على ظهر حاملة الطائرات مدة بقاء القوة في المنطقة حيث قال الأميرال البحري جين بلاك سنظل هنا مدامت هناك حاجة لوجودنا وسننتقل عندما يقررون إننا مطلوبون في مكان عخر من الجذير ذكره أن حاملة الطائرات ترومن قادرة على حمل 90 طائرات منها F-18 سوبر هورنت حيث أفاد ستيفن جونيدي قائد إدارة الطيران بترومن إنه يوجد على ظهر الحاملة حاليا نحو 60 طائرة أهلا ومرحبا بكم الجديد مشاهدينا أستاذ عامر كما شاهدنا في التقرير قصف أمريكي يستهدف تنظيم داعش وآخر التطورات اليوم سوريا الديمقراطية تعلن تحرير قرية هجين في شرق الفرات من تنظيم داعش كذلك بالضفة الأخرى في العاصمة دمشق استئناف عمليات قوات النظام ضد تنظيم داعش في الحجر الأسود وأحياء جنوب دمشق بعد شبه القضاء على التنظيمات الإرهابية يمكن الحديث بالحلول السياسية؟ لا شك أخي قبل أن نقول بالحلول السياسية إذا طهروا هذه الجهوية وانتهى تنظيم داعش هو هنا السؤال بتقديري لا يعني لا زال هناك مناطق كثيرة من سوريا في البادية مثلا نعم هناك في الشامية اللي هو عندنا في الجزيرة لا زال هناك جيب كبير لداعش في البادية في التويمين وما تويمين والمثلث العراقي الأردني لا زال هناك جيب كبير لداعش حوالي التنف نعم أنت تفضلت تتحدث عن جيوب في مدينة دمشق بكل تأكيد منتهي هذا إذا يوم يومين 13 منتهي أصلا جيب يعني منتهي جيب دمشق بسيط هو ولكن أيضا هناك في ناس في داعش انتقلوا إلى غير المناطق يعني بالأساس عندما في مناطق كانت حوالي الكسير وما كسير نقلوهم إلى البادية ما راح شو العمل راح الطيران العراقي الآن تدخل البارحة وقبل ثلاثة أيام وقبل أسبوع نعم الأمريكان نفسهم التحالف الدولي عم يضرب من البحر ويضرب من كل القواعد يعني هؤلاء الجيوب التي تحدثت عنها أنا بتقديري هم سوف يغضون عليها خلال يوم يومين أسبوع ولكن لن نقترب من الحل السياسي ما لسه في جيوب كثيرة في جيوب كثيرة جدا لا زال هناك جيوب يعني إن لم تكن تحت مسمى داعش فجبهة النصر أو قوة أصولية في حوران في منطقة حوران لا زالت هناك في شرق حمى لا زالت قوية فالحل السياسي هو قادم لكن بعد ما ننتهي من هذه الجيوب لا أتصور يعني فيه أتوقع الموضوع نطول أكثر بتقديري هيك أن أتصور أستاذ عامر حقيقة الآن يعني كل الأنظار إلى الشرق السوري شهدنا يعني مهاجمة قوات النظام لبعض مناطق قسد وفي بعض الأحيان تدخل التحالف الدولي وقصف مرتزق روس هذه التطورات يعني كيف تنظرون إليها؟ أخي الكريم انتحد لا الموضوع اللي حدث قبل أسبوع لا نستطيع أن ندخلوا ضمن خانة صراع ما بين القوات السورية والدولة السورية وقوات قسد لا الموضوع مو هكي الموضوع اللي حدث قبل أسبوع هم عشيرة واحدة عشيرة واحدة قسم موجود في الطرف الغربي وقسم موجود في الطرف الشرقي تعرف المسألة الاجتماعية والعشائرية كثير مهمة عم تلعب دور يعني العلاقات الاجتماعية هلأ مثل ما تحدثنا قبل شوي نعم صراع ما بين قسدها والحكومة السورية أو الدولة السورية هم صحيح هناك موالين هم كانوا بالأساس جبهة النصر أو داعش وضمن تسويات صاروا مع قوات سوريا الديمقراطية وأبناء عمومتهم في الطرف الآخر هم يريدون أن يرجعوا إلى قراهم مثلا يعني في مسألة إنسانية في مسألة اجتماعية فهلأ مثلا ابن عمي أنا ابن عمي ونفرض أنا لا سمح الله أكون في تنظيم أصولي وأبن عمي في قسدها وهذه الحالات تكررت كثيرا في الحالة سوريا سوريا فأنا يا أخي فأنا يا أبو الشباب يقول أريد أن أرجع على بيتي على ألي يخالوا لهم تعالوا هذول يمو أجوا دخلوا مع قرابة بين بعض الحقيقة والواقع هكذا حدثت طبعا في قسم أيضا في قسد القوات اعتبروها خيانة وقالوا خانوا وعلى فكرة قائد قسدها الذي قتل وهو أحمد الجفال يدعى قتلته الطائرات الأمريكية وهو من قسدها يعني الموضوع إذا قلنا له صراع بين الحكومة السورية وقسدها يعني الكلام غير دقيق أساد نصر عامر بي دقيقة أنت كناشط سياسي مستقل كيف تنظر إلى منطقة الشرقية السورية مستقبلها والله أخي المنطقة الشرقية السورية هي لا زالت مستقبلها يعني المستقبل الحالي المحلي مستقبل سليم وآمن إذن ممكن أن تبقى الأمور على ما هي ما المستقبل يعني لا لكن اللي عم نشوف حوالينا ومحيطنا واللي عم يجرى نعم دخلها في المنطقة الضبابية كمستقبل سياسي يعني نعم ولا بتقديري المستقبل الأمني والعسكري هو تحت السيطرة يعني إن كان من جهة الدولة أو من جهة قسدها أو من جهة الأهالي ولكن طيب وبنهاية الأمر هي سوف تكون جزء من الحل السياسي ولكن على أي شاكلة على أي طريقة ما هي الطريقة هذا ما ستكشفه الأيام صراحة شكرا جزينا لك عامر شيخ هلوش ناشط سياسي مستقل لتلبيةك الدعوة أهلا وسهلا شرفنا بكم والشكر الموصول لكم مشاهدين الأكارم بكرم المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة